اسمي عمر الفاروق عبدالله أنا أمريكي ولدت نصرانيا وأسلمت قبل خمس واربعين سنة وكنت أتقرب إلى هذا شيئا فشيئا خلال السنين من أول خطوة أني شككت في التثليث وهذا وأنا صغير يعني أن التثليث غير معقول وعندما دخلت في الجامع سمعت من أستاذ التاريخ كلاما جازما بأن المسيح عليه السلام كان موحيدا بلا شك وأنه من المستحيل أن نتصور أنه كان مثلثا فكل هذه خطوات مردت بفترة من قلة الإيمان أو عدم الإيمان بالنصرانية أو بأي شيء لكني وجدت في آخر السنوات في الجامعة أني أحتاج إلى الإيمان أني أشتاق إلى الإيمان وكنت أود أن أؤمن بجزم ولكني وجدت ذلك مستحيلا وكنت أعرف عن الإسلام شيئا وكتبت بحوثا عن الإسلام في غرب أفريقيا ودرست غير ذلك عن الحروب الصليبية وعن الأندلس وعن الدولة العثمانية لكني لم أجد شيئا قبل إسلامي هذا قبل إسلامي ولكني لم أجد شيئا يجذبني إلى أن أؤمن ولم ألتفت إلى ذلك ثم في أول سنة سبعين الميلادية قرأت The Autobiography of Malcolm X وهذا الكتاب أثر فيي تأثيرا عجيبا جدا وفي هذا الكتاب ذكر Malcolm X شيئا عن محاسن الإسلام يعني أخذت أنظر في الإسلام يعني كشيء أعتنقه دينا والحمد لله هداني ربي إلى الإسلام وبعد ذلك ذهبت إلى جامعة شيكاغو كنت أدرس عندما أسلمت في جامعة كورنال كنت أدرس في الأدب الإنجليزي لكن رأيت أن الأحسن أن أغير تخصصي إلى اللغة العربية وإلى الدراسات الإسلامية فذهبت إلى جامعة شيكاغو وأخذت هناك شهادة الدكتوراه وبعد ذلك وظفت أستاذا في بعض الجامعات الكندية والأمريكية وظفت أستاذا في جامعة الملك عبد العزيز في جدة في سنة 85 الميلادية ودرست هناك ستة عشر سنة قمرية وكان وظيفتي هناك هو تدريس الأديان المقارنة فكانت فرصة ذهبية جداً لأركز على هذا الميدان الذي يهمني كثيراً جداً ويعجبني كثيراً جداً إلا أني لم أجل الوقت لأركز على ذلك من قبل الحمد لله دكتور عمر أنت كنت في المملكة ستة عشر سنة أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز في الدراسات الإسلامية وبعد ذلك رجعت إلى أمريكا وأنا عرف يقيناً أن حينما أنت تركت أمريكا ما أظن أنك نويت الرجوع إلى أمريكا ولكن أنت رجعت أو الله سبحانه وتعالى أعادك إلى هذا الوطن يعني يمكننا بإذن الله تعالى أن نقدم شيئاً لهذا المجتمع وهذا ما نريد أن نحاول أن نفعل الإسلام في أمريكا يجب أن يهيي أو المسلمون في أمريكا يجب عليهم أن يهيئوا أنفسهم لهذا المستقبل وبالنسبة لي الإسلام هو المستقبل ليس هو الماضي هو ماضي عظيم جداً أعتز به ولكن هذا الدين هو دين المستقبل الغرب يحتاج إليه في كل شيء